السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مدير دائرة الرقابة المالية والتجارية في الوزارة محمد حنون في تصريح ان ملاكات الشركة العامة للتجارة المواد الغذائية في بغداد والمحافظات استنفرت جهودها لتجهيز الوكلاق بالحصة الاولى من السلة الرمضانية بانسيابيه عالية ودعا حنون المواطنين الى مراجعة وكلاق المواد الغذائية في مناطقهم لغرض تسلم مفردات الحصة الاولى وكذلك التبليغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة لدوائر الرقابة والتخطيط أو شركة تجارة المواد الغذائية وإشار إلى وصول عدد من البواخر المحملة بالمواد الغذائية إلى ميناء مقصر شملت الرز والحنطة المستوردة لصالح البطاقة التموينية اثتم استنفار أسطول شاحنات الوزارة للإسراع بعملية تفريغها وعفظها في مخازن الحبوب تمهيدا لتوزيعها ضمن مفردات السلة الرمضانية وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوزيع حصتين من السلة الغذائية خلال شهر رمضان لتأمين المفردات الأساسية للمواطنين والإسهام بالحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا وزارة التجارة بتوزيع وجبتين من مفردات السلة الغذائية في شهر رمضان والتأكيد على مراقبة توزيعها وإيصالها إلى المواطنين وزارة الزراعة تكشف أسباب رفع حضر الاستيراد عن بعض السلة حذر مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي من مغبة قرار فتح باب استيراد بيض المائدة والدجاج من الخارج مبينا أن رفع حضر استيراد بعض السلع جاء بسبب الحرب الأوكرانية وارتفاع الأسعار وقال القيسي في تصريح أن وزارة الزراعة اعترضت على قرار فتح أبواب استيراد البيض والدواجن بسبب أضراره بالحقول العراقية والمنتج الوطني بشكل مباشر وأضاف أن قرار رفع حضر استيراد بعض المنتجات الضذائية والزراعية جاء من أجل تلافي زيادة أسعار جراء الحرب الأوكرانية إلا أن معابر غير رسمية أغرقت السوق بالمنتجات وأضرت بالمنتج المحلي وأشار القيسي إلى أن الحل الأمثل هو دعم الفلاح سيما مع وجود وفرة مالية وتشكيل لجنة أمنية عليا لتدقيق سجل البضائع المستوردة وتطبيق قرار حضر البضائع المستوردة ترجمة نانسي قنقر